السلام عليكم ورحبا بكم في القناة التائين تمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير كما راكوا تشوفوا اليوم ما رانيش راح نشارك معاكم وصفة انما فيديو مختلف نوعا ما على العادة راح نقدم معاكم بعض التحضيرات رمضان من الاواني ان شاء الله يجينا بالصحور هنا ان شاء الله نصوموه بخير وعلى خير يا رب هاد الاواني بعض منها جديد والبعض منها من العمليفات يعني لما التبديل إلا كانت الحاجة ما زالها مليحة عاودوا نستعملوها ما فيش حرج في هاد الشي فبلا ما نطول عليكم يلا نبدو في فيديو اليوم ما تنسونيش لايك الفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل جاهز بش يوصلكم كل جديد ما لعندي ابو الحاجة نشاركها معاكم هاد السيغفيس لفهلي بول فهلي لزاسيات صغار فهلي لزاسيات كبار شوفوا الشكلتها وش حرج باب عجبني اللون الازرق اذا هاد السيغفيس لا نستخدم شريته لعملي فات وما استعملتوش واقع نهائيا ولستعملتو مرة مرتين ما نتذكرش أصلا شحال استعملتوه وقعت جديد كما را كتشوفو فيه شريته في محل يبيع الاواني النوع تاع القديم كما كتشوفوه ستيل تاعو تاع بكري انا يعجبني بزاف هاد السيغفيس شريته في محل صغير هنا في المدينة في انجليترا اه فمعجبني الشكل تاعو فاخديته يلا خلونا مع ذاك السيرفيس وركزولي على هاد القدرة صراحة عجبتني بزاف راني جربتها قبل ما نقولكم عليها نطيبت فيها ولا ارواع شريتها من ارغوس هنا اللي عايشين في انجليترا كانت في السيل ب 18 بوندا ونص سينا يعني ببخي هايل وتتبع كذلك في سينز بيريز اللي مراهمش ديرينها السيل للأسف رائعة هايلة بزاف وهادي شريتها من هوم بارغينز هاد مقلات واش تقولوا لهم مقلات لقدرة صغيرة رائعة جدا يدخلوا فيه زوج للفرن يعني تقدر طيبو فيهم في الفرن يحمروا الحاجة بزاف يعني مليح ويجي المكلة بزاف بنينا وانا شخصيا بعد الفطور صراحا نفضل في بعض الاحيان ولمعظم الاحيان عفون قهوة حليب فعندي هاد التقمتع قهوة حليب اللي شريتوا من نفس المحل اللي يقوت لكم عليه باستيل تعبكري ونفس اللون الزرقتي ما تعد السيرويس الإساسيات هادو اللي وريتهم لكم مقبل يعني يتشابو شوية نوعا ما وكذلك هادو شريتهم العام اللي يفات ماشي هاد العام ثاني شريتهم العام اللي يفات من الرينج هادو ملاحكي يجوكم ضياف ديروا فيهم زمالي قراتن دو بوم دوتار ولا ديروا فيهم الجاج قراتن تا الجاج ولا تا اسمو الباتنجار يعني بزاف حاجات تقدروا ديروا فيهم ويجو بخيزان طابل هكا تحطوهم لكل واحد نهاي لين نروحو شوية الضوغي الان شوية الوان هنا كنتشوف هاد ليبول على شكل القلوبة شيتهم من هم بارغينز هاد العام في عيد الحب كانوا حطوهم وانا غير شفتهم خطفتهم مباشرة قلت هادو ملاحر رمضان كانوا يبيعوا معاهم ام كبار على هكا اللي حبت كبار عجبوني بزاف تقدموا فيهم بزاف حاجات يعني في رمضان المكسارات ولا الصمسة الصغيرة اللي سبق وشاركتها معاكم إلا حبيتوا تشوفوا الوصفة وهادي البومبون ياخشيتها العام ليفات من نفس المحل اللي كنت نحكيكم عليهم قبل يجي معا دو ساسيات دو كنوريهم لكم ديالها شوفوش هالشاب بست يلتحها بزاف شباب كما راكوا تشوفوا بالدوغي هادا كزاد لها النص هاملك لزاسيات التوحار يعني ديجا صوت فيهم من الوصفات العم ليفات وقدمت فيهم الحلويات التقليدية هادو من لحمام في العيد يعني يجوا بزاف هايلين ووالا بخيزونتابل وشابين انتمنى يعجبوكم قولوا لي رايكم فيهم في الكومنتر هادو هاما هاملك يخدلكم يجو الزوج مع البومبون ياختاحهم هادو ما شريتهم هاد العام كحبة التزاير جبتهم مع معايا جبني هادو الدوغي مع البلون جاب بزاف شباب اللو اعلم 85 الوحدة انا ما نسيتش ان شاء الله ما نكونش نسيت 85 الوحدة شريتهم مرويبة وراشيتهم اختلفين شوية حبيت النوع وهاد لاسيات شريتها من عند تي كي ماكس شوفوش هالشابه شوفو استلتحه شوال عندها الطابع الهندي الباكستاني كان عندهم اشكال والوان بزافة مالك يعودوا يجيبوهم هاد العام شابين بزاف صراحة انا من عشاق محل تي كي ماكس لانه عنده واحد الاواني هكا ما تلقيهم شي بلاسة وحد اخرى هادا يد تقم ثلاثي تاني جبتهم معايا متزاير هاد العام شريتهم مرويبة تاني لو انا مدر 180 بارت ما شغالي بزاف ستة فيه ستة بل سوزة زيادة تاحون وفناجل ووالا هادا مع هادو ما لوريتهم الكمع الاخر شريتهم مرويبة وهاد اللي بيوتي بول هادو ما شريتهم من عند اصدا شيتهم 3.9 باوند قريب 4 باوند فيهم الوان عجبوني كان الوان احد دخلين لو اعلم انا عجبوني هادو ما في الوردي الرمادي والبيض البيض ولا الباج نوعا ما نضنن باج فالا هاد الطاصات اللي كنت شوفوا فيهم تاني شريتهم هادو ما شيتهم العمليفات من عند الحانود هادا اللي كنت نحكي لكم عليه لانده الاواني دات الطابعة القديم يعجبوني كي ما قلت لكم بزاف انا قلت هالكم ها نختلف صح صراحة نشوفوا شابين تقدروا تقدموا فيهم اللبن ولا الحليب اللي يشرب الحليب ولا اللي يشرب اللبن كيف يفطر في رمضة ان شاء الله وهادية ما عرف شوش نسميها هادا الفخار هادية جي داخل الفرن جي فوق الفرن وتقدموا فيها فقط عندها طابعة هكا شوية تقليدي و هادا البول تعال حطب تاني يعجبني بزاف انا نحبه بزاف هاد البول شوفوا كيفاش مخدهم كامل يعني اوغيجينا ما تسيب بهم شو بلايس ووحد اخرين على هديك انا يعجبني هاد النوع عندنا تاني هاد طبسي الصغير هادا عندك هادا ولي راح نوريهو لكم تاني تعال فخار في البلون ها وليك هادو مملح بزاف تقدمي فيهم كي ما قلوحنا هادك شليطة تعال الفلفل تقدري تقدمي فيهم تكتوكات البتنجال هادو مقبيلات هادو ما يعني يجو بزاف خيزون طاب وهادو مارا هم باختو يعني منتاشرين تسيبوهم في كل بلاسانة شليطة عندهم بارجنز العام ليفات عامليين بزاف عندهم ما من الحجم الصغير الى حبيته و هاد طبق التقديم شليطوا هاد العام عند سينزبيريز كانوا محبطين لهم من 16 ل 8 باوند تقدمي فيهم مملاحات الارز الصلاطات الاطباق الرئيسية يعني يجي بزاف هايل و في الاخر حبيت نشارك معكم هذا الكاز شوفوش حال شباب بزاف اوغيجينا ليجيه كاشون معوج هو مخدم باليد شريطه ثاني من عند سينزبيريز كانوا منقص له زوج باوند فقط يعني هايل بزاف هذه هي فيديو نهار اليوم انتم هنا تكون عجبتكم وعجبوكم الآواني اللي شيريتهم وعجبكم الضوق التاعي خلوا لي رايككم في التعليقات وزيدوا لي لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس بشي يوصلكم كل جديد ما لعندي وانتم زيدوا شاركوها مع الأحباب والأصدقاء والعائلات ومع اليوم سوف نقول كما قلت لكم بقبل ان شاء الله رمضان يجيكم بالصحة ولهنا وتصوموا بخير وعلى خير يلا سلام